مصنع الحياة فوم نحطم الأسعار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عن الصيام عن الدراما عن العبادات عن الروحانيات حكاية المساجد التهجد الكلام ده كله هنتكلم فيه النهاردة من شاء الله ولكن في الفقرة التانية بعد الفاصل اللي هربقى ناخده لكن بالنسبة للفقرة الأولى بتاعتنا كالعادة معانا مجموعة من الأخبار وزي ما عودنا حضراتكم دايما بنبص على الأخبار اللي بتقابلنا في مدار الأسبوع ده ويمكن طبعا بقى أنا أسبوعين ما طلعناش لوجود أعطال فنية بالقناة والحمد لله القناة رجعت بالسلامة فإحنا عندنا شوية أحداث قوية جدا 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 وللأسف مش عايز أقول لكم فيه عشرين خبر عايزين نتكلم عنهم أو واحد وعشرين خبر يعني عرفنا ننقي سبع أخبار قلنا ممكن يكونوا هم الأهم والأقوى على الساحة الفترة السابقة زي ما عودناكم بنحاول دايما نحل الأخبار مع حضراتكم بشكل مختلف علشان خاطر نحاول نوصل لإيه للحتة بتاعة جذر المشكلة نوصل لجذر المشكلة يبقى نعرف نحلها طب لو كانت حاجة كويسة نحاول نعملها تاني وتالت ورابع اسمحوا لي أبدأ معاكم بسرعة بالأخبار بتاعتنا أول خبر معنا النهاردة موضوع المميوات الموكب الملكي اللي العالم كله بلا استثناء اتكلم عليه العالم كله مهتم كان في موكب ملكي نقل المميوات من مدحف التحرير في قلب القاهرة يروح فين يا سيدي يروح على مدحف الحضارة المصرية اللي موجود في منطقة الفسطان واحدة واحدة كده بنراحة عليها بقى عشان نفهم القصة هي ايه وتعمل ليه أصلا الموكب ده وليه يا جماعة المنظر الحضاري الرائع اللي شفنا ده مما لا شك فيه المظهر كان حضاري الموضوع كان عظم على عظم ولا حد يقدر يتكلم وتنصيق هائل والأول مرة في التاريخ يبقى فيه أوركسترا في حتة والحدث نفسه في مكان تاني والأوركسترا الأبرالي والأبرة والكلام ده كله شغال بدقة متناهية مع الحركة بتاعت الناس ده العظمة دي المصريين يا جماعة جبابرة عايزين يعملوا حاجة يعملوها بس يخلصوا في العمل المصري مالوش حل اللي عايز يعمله بيعرف يعمله قولا واحدا تمام؟ طيب بالراحة بقى ايه القصة دي وتعملت ليه بصوا يا جماعة القصة بكل بساطة دلوقتي جمهورية مصر العربية عندها لعديد جدا من المتاحف لكن الضرة بتاعت المتاحف دي ثلاث متاحف كبار المتحف الأول ده المتحف الكبير اللي هيبقى أكبر المتحف موجود في مصر كلها على الإطلاق مش عايزة أقول في الشرق الأوسط وأفريقيا كمان والدول العربية من الآخر المتحف ده يا جماعة هيبقى الضرة بتاعته أو التاج بتاعته هيبقى مين؟ هيبقى توت عن خأمون طبعا كلنا عارفين مين توت عن خأمون؟ معروفة يعني طب المتحف التاني المتحف الحضرة المصرية اللي موجود في مدينة الفستاط مدينة الفستاط دي اللي كان أيام عمر بن العاص بالزبط طب المتحف ده موجود هناك ليه؟ قالك موجود هناك عشاني يبقى عندنا أكتر من متحف يبقى عندي سياحة أقدر أعرض كميات أثار أكبر وده تضر بتاعته الـ 22 ممية بتاعة الملوك والملكات اللي تم نقلها من التحرير لها طب المتحف التالت مين يا عم الحج؟ طبعا زي ما حدكوا طبعا شايفين معانا الصور طبعا الصورة دي عجباني جدا 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 ماذال شعر الممياء موجود حتى تلك اللحظة ولونه أحمر يعني يشوفوا يا جماعة الناس كانت بتحطى فيش ياكة فيه أناقة مفيش فايدة يا جماعة المصري مصري وجذوره ضربة في التاريخ المهم المتحف التالت عندي يا جماعة اللي هو متحف التحرير ده المتحف اللي قائم حاليا تم تجديده وتطويره بشكل كبير جدا ويزينه قطع الأثار الرئيسية الكبيرة يبقى إذن أصبع عندي جوه مصر تلت متاحف ضرر حاجة كده تشرح القلب التحرير روّقناه زبطناه جددناه بالبلدي خالص وحطينا فيه قطع أثار كبيرة خش بعدها يعمل حاجة على فستاط عندك 22 ممياء ملكية ملك وملكة خش بعدها يا فندم على المتحف الكبير تتعانخ أمون هو الضرة بتاعته طب السؤال يا جماعة ده اللي حصل طب عملناه لي بالشكل الرائع ده اللي احنا شوفناه ده اللي أكيد كل واحد مصري كان مفتخر بيه ايه اللي حصل عملنا ده ليه يا جماعة أنا في رأيي المتواضع وتحليل شخصي أنا مسؤول عنه هو استعراض لقوة وهيبة ومقدرة مصر تاني قوة وهيبة ومقدرة مصر مصر قوية بجيشها وبتلاحم أبناء شعبها فاش فصار طيب طب ايه حكاية المقدرة اللي عايزين نعمله بنعرف نعمله طيب حضرة مصر المظهرة للعالم بنصحصحهم بنقولهم خليكوا فاكرين السياحة أصلها مصر يا جماعة طول عمر السياحة عمود رئيسي من أعمدة الدخل القوم خلي بالكم النقطة مهمة جدا الإصلاحات لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقوم بيها اليومين دول على مدار السنوات السابقة وحتى هذه اللحظة ربنا يديه الصحة ويكمل كلها قائمة وإنت السياحة عندك فعليا مضروبة سيبنا بقى من ألفاظ الرنانة شو أكلمكم بالبلدي؟ مضروبة السياحة مضروبة فمن الآخر القيادة السياسية الحكيمة للبلاد قالت لك لأ إحنا عايزيني نصحصح السياحة وكلمة تصحصح السياحة معناها أن حضرتك واثق أن بلدك مستقرة معناها أن حضرتك سواء في حرب قادمة أو ما فيش حرب قادمة عشان موضوع صد النهضة ولسه نتكلم على الحوار ده في الفقرة في الجزء التاني أو في الخبر التاني ولكن بلدنا مستقرة بلدنا حتى رجل على رجل وفيها استقرار يا سياحة إحنا بنجاهز للسياحة يا سياح بقى تعالوا طب هل في تضييق على مصر خارجي؟ الكلام برضو أنا اللي بقول حدش تاني بيقول أنتوا عارفين كويس أول اللي حصل في السنوات السابقة وأن كذا دولة بدون ذكر أسامي الدول دلوقتي تقولك لا مصر غير أمنة والمطارات غير أمنة وشوية كلام كده فاضي وأثبتت مصر للجميع بالقادة السياسية بتاعتها أنها لأ مستقرة وآمنة وزي الفل كلمة كده ورد غطاها طيب عايز أرد بقى على الناس اللي هم الزراف كده الجمال اللي بيقولك إيه كلمة ورد غطاها يقولك إيه على فكرة يا عم شادي ده ما كانش فيه داعي للموكب ده تصرف عليه فلوس كتيرة جدا جدا ده الفلوس دي إحنا لازم كنا نديها للفقرة والغلبة ومعرفش إيه بقولك إيه الدناء للغلبة والفقرة يا فرحتي ما هيجوه بعد شوية لكن ساعتك لما نشط سياحة فيبقى عندي دخل سياحة يبقى عندي فرص عمل جديدة يبقى عندي دخل داخلي وبالعملة الصعبة أظن ده أفضل مليون مرة بدل ما دي حد سمكة المسأل الصيني القديم اعطيه سننارة واعلمه الصيد صح ومانا غلطة بكل بساطة كده خالص يعني الناس دول يا جماعة للأسف أنا سمحت النفس شو أنا صراح جدا النهاردة سمحت النفسي إن أنا أتوغل في صفحات بعضهم على الفيسبوك ما فيه ناس بتكتبي تعليقات برضو سخيفة يقولك يا عم أنت فرحان البوستات عندي يعني خش شوفه أنت فرحان مش عارف إيه طبعا في بعضهم كان سخيفة طبعا حزفت الكومنت بتاعه حتى الرد بتاعه فيه شيء من أنا أسف اللفظ في الجليطة وقلت الزوق وألفاظ خارجة لازم مسحة يعني تمام فحضرتكم يا فندم كل بساطة أنتو نفس الأشخاص لما دعبست كده وراكم وهو بس بدفع الفضول أنا مش مهتم بحضراتكم في حاجة لأن اللي هو مش عاجبه اللي بلده بتعمله مش عايزينه أصلا لو أنت وطني وعايز تصلح اديني حل لكن مش نقد 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 ده اسمه نقد إيه مش بناء ده اسمه بقى إيه جدل ونقد هادم ده كده بتهدم لقيت نفس الناس دول يا فندم اللي مش عاجبهم لما سيادة الرئيس طلع وقال الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بدل 1200 يعني تم رفع الحد الأدنى 100% ما كانش عاجبهم طب والناس اللي بتاخد أكتر من 2400 مش هياخده يا عم ما وحدة وحدة ولا كده عاجب ولا كده عاجب ما أنا مش فاهم الرئيس قال لك أنا حازس بيكو وعارف أنه انتو تحملتو كتير ولازم تحسوا بقى أنه فيه طفرة اقتصادية فالرئيس بدأ يعدل وضع الناس القليلين في الداخل مش عاجب حد هو نفس الناس دول اللي ما تكلموش ما تكلموش ومعلقوش لما سيادة الرئيس أمر والمشكلة يا جماعة برضو إنه الرئيس بيمر بكل حاجة نفسي كده وزير كده يشتغل من نفسه كده وينتق حاجة لا دايما تلاقي تعلمات سيادة الرئيس يا جماعة تعلموا من الرقم ما علينا مش وقت نقول نتعلم من الرئيس بعدين مهم نفس الناس دي يا فاندم بكل بساطة لما سيادة الرئيس أمر بألف جنيه أعنى لكل أسرة تكفل يتيم محدش جاب سيرة نفس الناس دي يا فاندم ما جابتش سيرة لما سيادة الرئيس أو يعني وجه تعلماته يا جماعة الغريمات اللي عليهم مبالغ ما ينفعش يكونوا في السجون عشان خاطر غريمات عشان فلوس ولا قتلين قتلة ولا نصبين عليهم ديون طلعوهم يا جماعة وندفع لهم ونشوف وزارة الشؤون الاجتماعية والحكاية ايه أنا ملاحظ إن الناس فانا مش عايز بس أقول لكم الحاجات اللي عندي التمويل العقاري التمويل العقاري ما جابوه سيرته برضو وحتى لو جابوا سيرته جابوا سيرته بالشر مش بالخير الرئيس قال لك ببضرة إن كل مطر يبع عنده مسكن تلاتين سنة قصد أي شقة تعجب حضرتك تبعا لدخلك والدولة نصقتها تبعا لجدوة المعين للدخل بتاع حضرتك هنديك شقة يكون معاك عشرة في المية بس من فلوسها جدية وتسانين في المية مش عايزينه منك أمال إيه الدولة هتتفحولك بأقل فائدة في تاريخ مصر كله تلاتة في المية تلاتة في المية فايدة على كم سنة تلاتين سنة يعني حضرتك من الآخر بتاخد شقة بالتقصيد المريح 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 إيه معلنا الخبر التاني يا جماعة بعد موضوع المميوات زي ما قلت لكم من الآخر مصر بتقول إنها مستقرة عندها إن شاء الله سياحة مصر تدعو العالم تدعو العالم لزيارتها مصر وقف على رجليه من الآخر الموضوع التاني بقى بتاع سد النهضة في ناس متشككة تقولك ده مصر فرطت في حقوقها ده مصر معرفش إيه اللي مصر مضيته ده ضي حقوقنا ده 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 بقولك وإيه لو عندكو حل ما تقولوه طب ما عندكمش حل بالبلدي برضو خليها النهر ده كلها بلدي ما عندكمش حل ما تسكوتوا أحسن بدل ما انتوا قاديين تعددوا وتلطموا على وشكو سكوتوا وخلوا بقى أصحاب القرار يتصرفوا الرئيس بتاعك انت عايز منه إيه عايز منه قرارات حاسمة الراجل قاعد يتفاوض وعمل اللي عليه وأظهر للعالم كله إن مصر دولة سلام ودولة مفاوضات والشغل بتاع الدبلوماسية أهلا وسهلا لكن لما تقفل الدبلوماسية واللي قدامك بيتمال عنه الرئيس طلع قال كلمتين فيهم الشفا لو الفيديو جاهز ننزله اسمعوا الرئيس دقتين ونص تقريبا فيهم الشفا تمام؟ على ما يجهز الفيديو أنا مع حضراتكم الرئيس قال بكل بساطة لا مساس لا مساس بحقوق مصر المائية ولا قطرة واحد اتفضل يا فاندم أردوا الفيديو فيما يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع المائي اللي هو موضوع اللي شغلني وشغلك وكلكم أنا بس عايز أقول إن موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا بدأنا به وعايز أقول لكم إن يعني حقفز كده على على حاجة عمري ما كلمت فيها العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جداً تمتدل سنوات طويلة لأن الشعوب ما بتنساش ده فإحنا بس عشان يبقى دايماً حتى وإحنا كأعلمين بنتكلم بنتكلم على إن المعركة المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأي العام العلامي كل يوم الكبار المسؤولين في الدول العالم بطاروا وإحنا بنكسب أرض بإن إحنا جادين في إن إحنا نتفاوض بشكل حق الكذب للجميع يعني ما يبقاش في حد يتسأسر بحاجة وكل اللي بنتطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بيها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المياه العابرة للحدود إحنا مشيين في ده ويمكن خلال الأسابيع القليلة القادمة هيبقى فيه تحرك يعني إضافة مفاوضات في هذا الموضوع ونتمنى إن إحنا نصل لل الاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد إحنا مكلمش كثير بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر واللي عايز يجرب يجرب إحنا مبنهددش حد لو سمحتوا إحنا عمرنا مهددنا ودائما نحورنا رشيد جدا و يعني صبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مي من مصر وإلا حب فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد لا يتخيلها أحد ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا لا أنا عمري ما كلمت كده أنا ما هددش حد بقول تاني مية مصر لا مساس بيها والمساس بيها خط أحمر وحيبقى رد فعلنا في حالة المساس بيها أمر حيأثر على استقرار المطقة بالكامل شكرا أظن يا جماعة شفتوا الكلام بكل بساطة إحنا ما بنتكلمش كتير إحنا بنقول إلا عاوز يجرب يجرب الكلمة ورد ضغطها أنا بقى مش محتاجة أقول لخضراتكم بس وأفكركم عشان الناس السودويين بفكرهم بقول لهم يا عم الحج يا سودوي حضرتك عندك لأول مرة في تاريخ مصر أسطول شمالي وأسطول جنوبي عندك حملات طائرات عندك رفال تروح وترجع كده أي حتة مش عايزة أقول فين بالزبط أنتوا عارفين يعني هتروح وترجع والدنيا زي الفل مش محتاجة حتى محطات تموم في النص حضرتك يا فندم عندك قوات سعقة هي الأقوى في العالم وبلاش كلمة الأقوى في العالم من أقوى السعقة اللي في العالم تلت سبعات وتلت تسعات وسيلوة مكافحة إرهاب واللي أنت عايز تقوله أقوله يا فندم أقول لك إيه بس عندك قوة جيش أصلا مترابط ما فيهوش عنصرية الجيش كله من أبناء الشعب يعني الشعب هو الجيش واحد مزاي دول تانية فيها عنصرية في الجيش وبتاعه إيه؟ موضوع مش محتاجة كلام كتير النقطة الثالثة بقى معنا النهاردة أستاذ عامر محمود عامر أستأذنكم يا جماعة كان مفهود نامر معامر داخلة لو ها موجود مستثمر مستثمر شاب ده عنده مشاكل في المنطقة الصناعية في أنشاص المنطقة دي يا جماعة سيادة الرئيس بنفسه اللي ادى الإذن بأنها تكون منطقة صناعية للشباب لولاده الشباب لولاده أب بيقول لولاده اشتغلوا واجبروا الراجل ده عنده مشاكل كنا مصدفينه قبل كده ولكن للأسف جينا عن نقطة للمشاكل والوقت وقتها دههمنا واضطرنا نطلع نهاية حلقة فأنا قلت من حقه إن يعرض مشاكله عشان نوصل في الآخر إحنا بنقول إيه بسيزة عامر بسيزة عامر طيب التليفون للأسف مش مجمع الشبكات النهاردة برضو وحشة فهنا يا جماعة الراجل ده يا جماعة بكل بساطة أنا عايز يحكي لحضراتكم المشاكل اللي بتقابله الراجل ده يا جماعة هو مجموعة مستثمرين هو الوحده جنبه ناس تالي مستثمرة يعني كلهم بيعانوا من نفس المشاكل اللي هو هيقوله أنا النهاردة طب المشاكل دي يا فاندوم عبارة عن إيه والله بقى فيه كهرباء والله بقى فيه مية والله مش عارف فيه إيه معرفش فيه إيه الكلام ده كله إحنا هنشوفه ولكن أنا مش عايز أطول أنا في الكلام في الحتة دي ليه عايز أسيب له وقت الفقرة هو اللي يتكلم ويقول ننتقل على الخطوة اللي بعدها عندنا عم محمد جمعة عم محمد جمعة دي حالة جديدة احنا بتبنها النهاردة انتوا عارفين احنا قبل كده كان معنا كذا حالة بنناهم والحمد لله فضل الله وصلنا فيهم لحلول مش هقول ممتازة هقول جيدة يعني نحاول نبتغي بيها رضاء الله سبحانه وتعالى معايا النهاردة عم محمد جمعة من كفر جنينا في مركز المحلة الكبرى ده راجل يعني محتاج كلنا نتكتف معه ونكون وقفين جنبا إلى جنب معاه وأنا بدل محكي القصة أنا خليكم الأول تشوفوا الفيديو ده بعد إذن حضراتكم الفيديو جاهز يا جماعة طيب اتفضلوا يا جماعة نزلوه زي ما انتوا شايفين يا جماعة عم محمد الحركة بتاعته عاملة ازاي مش محتاج ان انا اتكلم قدي البيت بتاعه يا جماعة زي ما انتوا شايفين الحديد مكشوف يعني يصدي يعني البيت بدل ما هو مبني بالخرصانة يصبح قطرا داهما ولا خرصانة ولا مش خرصانة كده البيت ده كده احنا داخلين في مصايب سودا لو كمنا بالشكل ده طيب الرجل يا جماعة شايفين حركته مش قادر يقيم طوله بيمشي على إيديه ورجليه مع بعض عشان يعرف يتنقل من مكان لمكان أظن يعني ما يرضيش حد في الدنيا ان هذا الرجل ما يكونش فيه ناس بتبصله بعين مش هقول العطف أبدا لا لا بعين الأخوية الرجل ده أخونا الرجل ده حبيبنا الرجل ده مننا كلنا في بعض كده كتلة واحدة الرجل ده يا جماعة احنا محتاجين رجال الأعمال والناس المحترمين والناس المحترمين يوقفوا جنبه ويمدوا له يد العون وكلنا معاك يا عم محمد لو عم محمد يا جماعة الشبكة عنده كويسة لو عارفين نوصله أستغذركم يخشوا معايا مداخلة بعد إذنكم طيب مش عارف يا جماعة الشبكات النهاردة للأسف المداخلات كلها حتى في الكنترول روم بيقولولي ان الاتصال نفسه ما بيجمعش مش مسألة مغلق مثلا أو مجغول ما بيجمعش ودي برضو قضية أكيد هنتكلم فيها بعد كده موضوع الشبكات بتاعة المحمول اللي بتصرف ملايين على الإعلانات بدل ما تصرف الملايين على تحسين الشبكات يا شركات المحمول لو صرفنا الفلوس اللي بنصرفها على الإعلانات وجهناها لتحسين الشبكات صدقوني خير دعاية وإعلان لك وهو ده المهم يا جماعة عم محمد من الآخر احنا محتاجين رجال الأعمال المحترمين وانا قبل كده قلت كذا اسم اسمحولي أكررهم تاني طمعا في كرم هؤلاء الناس اللي احنا بنسمع عن أعمالهم الخيرية سواء بقى المسشار ترك قال الشيخ سواء الأستاذ محمد أبو العينين سواء الأستاذ أحمد أبو هشيمة سواء أسامي تانية ممكن ما تكونش حالا في دماغي يعني ولكن لهم كل الاحترام أهلا وسهلا عم محمد نورتني على التليفون يا حبيب قلبي السلام عليكم إزاك عم محمد إزاك يا حبيب قلبي وانت بمليون صحة وسلامة يا غالي استأذنك كده بقى إيه معاك المايك أنا مش هقطعك قولي اللي انت عايز تقوله يا حبيب تفضل أنا محمد شاوزي رجل معاور أيوه عندي خمسين سنة أيوه وحياتي صعبة جدا وعشتي غل بالغل وبيتي قديم بقالوك خمسين سنة أيوه بقالوك خمسين سنة يا علي أيوه يا حبيب سمعك تفضل ومعيش رسل ابنيه أيوه ومتجوز ومعيه عيائق معاكك معايل عم محمد معاكك معايل معليش أنا أسف أقطعك معاكك معايل معايا اتنين يا باش عيالة تغيرة لك تفضل رحي بيكمل والشتاة ساعة ما بيجي علي الخطة كلها بيتنزل المياه والجدران مفلقة بالمنظر اللي احنا شوفناه طبعا حقك تقول طبعا طبعا تفضل وبنت قديم والله متهلف يعني ممكن هي عليها في أي وقت ما وقتنا نقول هيقل أيوه عم محمد أيوه ما معيش فلوس والله يا خلاص طبعا يا حبيبي طبعا طب بص عم محمد يا عم محمد احنا اخواتك وبنحاول نوصل صوتك للناس كلها احنا ممكن نعمل ايه مع حضرتك ايه المطلوب مننا نسعى فيه انا بناشد قال الخير ان حد سعيدني يعني حد يجيب له رابني الزلط طوب وعايز يجيشوف البط يتفضل انا الرسالة لده اللي قال الخير يعني تماما يا محمد واحنا كمان دخلنا على ام مفترجة واحنا دخلنا على ام مفترجة شهر رمضان الكريم والله اقرم وفوق الجميع ان شاء الله ربنا يفرجها واحنا مع حضرتك على فكرة وفريق اعداد بالرئاسة الوسائل سامية النجار احنا معاك قلبا وقالبا حتى ان البرنامج واقف في رمضان ولكن احنا معاك حضرتك بالتليفون الى ان يظهر الله لنا ايه طوق نجاة يعني لا يا حبيب ما فيش شكر بالله عليك ما فيش شكر ده واجبنا احنا بنقوم بواجبنا لا شكر على واجب عارف يا عم محمد والله عارف يا حبيب واضح ان الوضع ما حدش في الدنيا هيقعد كده ومعا فلوس عم محمد انا بشكرك على المداخلة وبشكرك انك نورتني النهاردة وان شاء الله انا بعيدك على الهوى انا متواصل معاك انا والاعداد الى ان يظهر الله زي ما قلتلك لنا طوق نجاة نتعلق فيه كلنا باذن الله ماشي عم محمد طيب ايه ماشي عم محمد الف شكرا حقي شكرا ازون الخط فاصل مرة واحد طيب عمتان يا جماعة استأذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع جدا بس ده مش الفاصل ما بين الفقرتين احنا بس فاصل كده على السريع وانا رجعلكم تاني ان شاء الله اتفضل مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الاسفينج في مصر خبرة تسعة عشر عاماً زروا مصنعنا واختار اساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الروفنيات والمجالس العرب الحياة فوم الابداع الزوط المتميز الخبرة تتحدث ولكم مصنع الحياة فوم للريبوند والاسفينج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الاسفينج في مصر خبرة تسعة عشر عاماً زروا مصنعنا واختار اساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الروفنيات والمجالس العرب الحياة فوم الابداع الزوط المتميز الخبرة تتحدث ولكم عملائنا نحطم الاسعار مصنع الحياة فوم للريبوند والاسفينج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الاسفينج في مصر خبرة تسعة عشر عاماً زروا مصنعنا واختار اساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الروفنيات والمجالس العرب الحياة فوم الابداع الزوط المتميز الخبرة تتحدث ولكم عملائنا نحطم الاسفينج الحياة فوم للريبوند والاسفينج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الاسفينج في مصر خبرة تسعة عشر عاماً زروا مصنعنا واختار اساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الروفنيات والمجالس العرب الحياة فوم الابداع الزوط المتميز الخبرة تتحدث ولكم عملائنا نحطم الاسعار رجعنا فانتب لحضراتكم بعد الفصل القصير ومعايا دلوقتي على التليفون ومع حضراتكم المستثمر الشاب المهندس عامر محمود عامر يقول لنا مشاكل المنطقة الصناعية الموجودة في أنشاص اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه سمح بإقامتها لأبنائه من الشباب سيزا عامر ازاك يا حبيبي قول لي بقى يا جميل أنا عايز حضرك تقول لي المشاكل اللي عندك ومع حضرتك أربع دقايق أو خمس دقايق مفتوحين مش عايز أقطعك بس بالله عليك ركز على المشاكل اتفضل تمام بسم الله الرحمن الرحيم اتحاد الدكتور شادي وقصة البرنامج وكل العامين على قناة الصحة والجمال تسلم حبيبي في النقطةين إن شاء الله أتكلم فيهم تفضل النقطة الأولى عن المشاكل اللي بتقابلنا في المنطقة الصناعية ودي إحنا اتكلمنا فيها حلقتين من فترة إن فيه ما فيش مرافق ما فيش خدمات ونشدنا فيها أستاذ الوزير وشدنا فيها الاستثمار معلش بس يا أستاذ عامر أمش عايز أقطعك يا أستاذ عامر ثانية واحدة بس المرافق يعني الكهرباء ميا صرف صح الكلام؟ تمام تمام والاستثمار وبالناشط برضا أستاذ المحافظ لابد إن ليكون فيه نظرة للمنطقة الصناعية في إنشاص تمام النقطة التانية الأهم اللي أنا عايز أتكلم فيها حضرتك أيوة زيادة الأسفنج الخام بشكل مرعب تمام؟ كل استراد يا فندم مش كده؟ كل استراد آه كل استراد تمام أسعار في الأسفنج جامدة في الخام المستور بشكل يعتبر غير طبيعي تمام وده زرب الزيادة بتاعته عالميا لكن ما كانش المفروض إن المصانع تبدأ الزيادة بالشكل المعتاد ده تمام كان المفروض حضرتك المصنع يستعامل مع الوكيل ويشوف إزاي يتواجه للزيادة دي تمام لكن للأسف احنا وجهنا طمع من بعض المصانع طمع من بعض الوكيلة طمع يعتبر من التجار المستوردين للخامة أيوة تمام كان المفروض المصنع قاعد مع الوكيل وحضرتك أنت سحبك معي في الشهر خمس عربيات ما لقومش عشرة تمام عشان خاطر أحضر أصدر للزيادة دي مظبوط يا فند لكن للأسف الوكيل استغل زيادة الأسعار وبدل ما كان يطلب عشر عربيات بقى يطلب عشرين عربية تمام والمصنع طبعا عنده الخام بس لما الوقت الوكيل عمال يضغط ويسحب رح جاي موقف الانتاج تمام فأنا دلوقتي بحمل بعض المصانع قلت من المشكلة اللي احنا فيها حاليا تمام والجزء الثاني على وكيل المصنع تمام وفي الآخر الضحية مين؟ المستثمرين الصغار المستثمرين الصغار أو صغار المستثمرين المستثمرين الصغار التاجر اللي هو النجار تمام المستهلة الأخير يعني حضرتك الزيادة زيادة رهيبة تمام بيوت مفتوحة يا فندم بيوت مفتوحة وكل عامل من دول يا فندم عنده أسرة فيها أربع خمس أفراد بالزبط تمام بالزبط الضهور تضهور جميل كلي في السوق يعتبر ما فيش شبه البيع واقف طب المصانع دي هتشترف من الأستثمرين الصغيرين فأنا فعلا لازم وقفة كبيرة السادة الوزيرة اللي بنشدك لك هذا مرة السادة المحافظ وزيرة الاستثمار لازم يكون فيه رطبة يا فندم فيه مصانع كتير جدا الانزل وحضرتك موجود على السوق على الأرض الواقع تمام أنا مش بقول كلام مثلا مش موجود لا النجارين وقفين المستهلك الأخير متضمر طبعا المستثمرين الصغيرين متضمرين تمام تبدأ كله الصالح مين الحتان الكبار الحتان الكبار تمام حتى بحضرتك لو فيه ارتفاع في الأسعار من الخارج كان المفروض يكون فيه تنصيق لكن ما فيه تنصيق لبين المصنع ولا الوكيل ده فيه فندم نقطة بعد إذنك أعزيز عامر أعزيز عامر بعد إذن حضاك بس فيهزين نقطة عايز علق على حتة حضاك أصلا ما ذكرتهاش بس أنا فريق الأدب بتاعي بصراحة يسلم واتناقشنا كده في كذا حاجة اكتشفنا إن فيه مستوردين عندهم بالفعل الخامة من قبل غلو الأسعار العالمي يعني المفروض ما تغلاش بحة بالسعر العالمي وبأزيد من الزيادة بتاعت السعر العالمي يعني السعر العالمي لو زاد مثلا قرش هو حتى يتربع قروش رغم إنه هو أصلا جايبه بالسعر القديم قبل ما يغلق معظم الخمل اللي موجودة في السوق المصري زي بالسعر القديم أيوة ما فيهش ولا مصنع في مصر الحد دلوقتي استورت بالخام السعر الجديد تمام طيب أستاذ عامر بعد إذن حضاك برضو إن الوقت بدهمنا وإحنا بقالنا برضو خمس دقائق بنتكلم أنا كبرنامج شادي والناس أقدر أقدم إيه لحضرتك إحنا دلوقتي بنظهر صوتك على الملأ إحنا بنظهر صوتك على الملأ حضرتك برضو في قدينا حاجة تانية نقدر نعملها تمام يا فندم في قدينا حضرتك إن أنت تناشد السادة المسؤولين لأن حضرتك الواجهة بتاعتمك يا فندم ولا واجهة ولا حاجة أنا أخوكم أنا أخوكم ومش هعلق على كلام حذر بكلمة واحدة أيها السادة المسؤولين اللي ذكرهم الأستاذ عامر محمود عامر بش مهندس عامر محمود عارم عامر أرجوكم يا فندم بقى يعني نشوف الناس دي مشاكلها إيه وما ينفعش الأب رب الأسرة رئيس الجمهورية ما ينفعش يكون مدي تصريح لأولاده يعملوا مشروعات استثمارية يأكلوا منها لقمة عيش ويبقى دي النتيجة أستاذ عامر حداك شرفتني ونورتني يا فندم وإن شاء الله في مدخلات أخرى في مدخلات أخرى لو ماضي ما تحلتش احنا برضو مع سعبتك إن شاء الله إن شاء الله يا فندم إن شاء الله سريعا كده يا فندم احنا معنا النهاردة محمود صلاح بقى له معنا أكتر من شهر وبنحاول نتواصل لمشكلة عشان نحل مشكلته بتاعت الشرد النصفي لما فيه آلعة تقيلة جدا رياحت على ظهره الأستاذ الدكتور عالي النبوي وصديق البرنامج المحترم محمد أحمد من أكتوبر اللي اتنين دولت بصراحة ربنا يبرك لهم يا رب استقبلوا محمود في العيادة وأنا شخصا رحت معاه أنا وفري الإعداد بقتل أستاذ سامية رحنا سوا إحنا الاتنين السلام عليكم عليكم السلام شاف الحالة الراجل يا جماعة أستاذ الدكتور عالي النبوي راجل محترم جدا وراجل صريح جدا قال له يا محمود انت جايلي في حالة رائعة جدا الرائعة يعني إيه؟ يعني حالة أقدر أشتغل معاها الراجل مرضيش يتحك علينا بقى ده انت جايلي وحش وهعالجك لا لا خالص قال له انت جايلي في مرحلة شغلي معاك فيها إن شاء الله بإذن الله يبان شغلي معاك فيها هيبقى شغل إن شاء الله نتيجة وقده له مجموعة من الأدوية وقال له أنا متابع معاك لمدة شهرين اتنين أشوفك بعدها وإن شاء الله إحنا من تقدم لتقدم بعد كده حضراتكم عندنا الموجة التالتة من كورونا أنا مش عايزة أتكلم عنها قوي ولكن هتكلم عن كورونا بقى وتجمعاتنا في رمضان والكلام ده كله ولكن اسمحولي قبل ما انسى يا جماعة محمود وقت يا جماعة طرع دلوقتي على الشاشة ده محمود اللي كنا تبنينا القضايا بتاعتنا وقالنا أكتر من شهر ده الأستاذ الدكتور المحترم علي النبو وإحنا في عيادته ده محمود والدكتور علي يعني بصراحة زي ما قلتلكه تقبل الحالة بترحاب تكلم معاه بكل أمانة قال له حالتك كويسة ما عملش زي بعض مش عايزة أقول أطباء عشان ما غلطش في حال ده بقول بعض القلة يقول له لا ده انت وحش واخليك كوي لا الراجل كان كلام واضح جدا معنا الموجة التالتة يا فندم من كورونا كده بكل بساطة ورمضان داخل علينا الرئيس بنفسه من تهد أسابيع قال يا جماعة نحضر من دخول كورونا علينا نحضر من دخول كورونا علينا طيب عشان نتكلم عن كورونا يا فندم وعلاقتها برمضان بقى والتجمعات والحركات وبتاعه كلام من ده اسمحولي أخليها مع رمضان في الفقرة التانية لأن الفقرة الأولى ده همتني أحب بقى أنهي مع حضراتكم الفقرة الأولى بموضوع الأهلي والزمالك الأهلي للأسف أنا كان نفسي ومنعيني أنا على فكرة والله زمالكاوي بس أنا أتكلم بجد من قلبي لأنه ممثل للكرة المصرية وأعيد الكلام تاني أنا عايز الزمالك والأهلي ومنتخب مصر ينيموا أفريقيا من المغرب وإحنا بقى نقطع في بعض هنا آه عايز الزمالك يقلب الأهلي وتسعمية صفر طبعا نفسي هتحك عليكم بس يا جماعة برة لا عايزين الأهلي يكسر من الآخر بقى كفاءة عصر الأهلي يا جماعة كده كده ضمن المركز التاني كده كده الأهلي متأهل الموضوع منتهي هيقابل حد من التقال سانداونز أو الترجي أو الرجاء المغربي الزمالك خد المركز التاني اللي اتنين وصلوا للفاينال وكسحوا كل الفرق اكتسحوها يعني اللي في سكتكم تمام ولكن وضع الزمالك يختلف الزمالك عشان يطلع التاني ويتأهل للأسف لأول مش لأول مرة ولا بتحصل كتير يعني أصبح دلوقتي مصيره في أرجل الآخرين الزمالك لازم يغلب الفرقة اللي هيلعبها اللي هي فرقة توينجت وفي المقابل لازم الترجي يغلب المولدية إن شاء الله جون تخيلوا يا جماعة او كسب توينجت احنا يا جماعة ضيعنا الفرص بنفسنا احنا ضيعنا الفرص بأدينا ودي بقى أنا عايزة أقولها بقى هي قصة في اللعيبة ولا في عدم الاستقرار ولا في ايه لو قصة في اللعيبة يا جماعة اللعيب اللي شايف نفسه الف مليون شكر يسيب الزمالك ويمشي يا أيها اللعب المحترم اللي ميديك احترام وقيمة ووضع وبريستيج الزمالك روح أي نادي تاني اه لو روحت الاهلي اه هتلاقي نفس القيمة بصراحة لكن أي نادي غير كده حظاك يا فندم محدش هيعرفك أنا آسف مع احترام الكل الأندية هتأي عائل صغير أقول لحي مين بيلعب في الزمالك فلان ويعلم مين بيلعب في الأهلي لكن تعالف أي نادي يقول لك معرفش وده مش انتقاص من حق أي نادي تاني لا الأندية كلها محترمة وقوية وبيغلبوا الأهلي وبيغلبوا الزمالك وفيه صراعات وفيه لعب وكرة اتطورت ولكن أنا بتكلم على أمر وقع بقى من غير ما نقعد نزوأ الكلام تمام طيب اللي بيحصل في نادي الزمالك النهاردة غير موضوع اللعيبة إيه اللي بيحصل أنا بتكلم رسالة مفتوحة بوش مكشوف لمعالي وزير الشابة والرياضة هو فيه إيه يا فندم علاقتك إنت إيه بنادي الزمالك ده مش اتهام ده تساؤل من حقك مواطن مصري الدستور يكفل لي حرية الرأي إنه أسأل سعادتك بكل أدب وبكل احترام إيه مشكلة نادي الزمالك مع حضرتك مش كشخص كوزير الشابة والرياضة يعني إيه الزمالك يكسب موطش المولدية والناس كلها تسقن ويقولوا يا الله وهلا بيه لو هنعمل وبتاع نلاقي تاني يوم اللجنة السلسية هتمشي بعدها بيوم اللجنة السلسية مش ماشية لا اللجنة السلسية بتاعت الزمالك قاعدة اللجنة السلسية تطلع تصريح تقولك لا إحنا قاعدين وهنحضر تمرين الزمالك بكرة وزير الشابة والرياضة في إيده الأمر هو فيها يا فندم حلقت يعني إحكيت الزمالك في إيه قال لا ما فيه لجنة السلسية وماشية هي وحتى لو مشية مش بنفس القوة اللي عايزها الزمالكوية نظر لظروف كتيرة أو أو موجودة حالين اللجنة ولكن حضرتك في إيه بس يعني هو احنا كل شوية بنوقع على الزمالك هل هذا مقصود هل حضاك فيه موقف شخصي لا قدر الله لا أنا أنقى بحضك أن يكون فيه موقف شخصي ولا أصدق أن يكون فيه موقف شخصي لكن كده يا فندم الإدارة في علم الإدارة احنا بنهذر ده 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 مش إدارة ليه يا فندم لأن حضرتك بنفسك قلت قبل كده أن لما النادي الأهلي حصلت فيه مشاكل حفظنا على الكهان لأن وجهة مصر أنبه حضرتك بعد إذنك إذا مالك وجهة مصر زي الأهلي بالظبط كلام واضح الأهلي بطراته أكتر عينة ولا راسي مش هدخل في جدال حقه ولا مش هلا يعم حقه ولكن الزمالك والأهلي وجهة مصر يا فندم حفظ على الكهان هل حضرتك أغير لجنة أو بلاش أغير لجنة تبقى عندي إشعات ما طلعش أرد عليها يا فندم إشعات همشي مع حضاك للآخر إشعات ليه يا فندم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشاب ورده ما يطلعش يرد ده دي وظيفته ودي وظيفة الوزارة إنها تحافظ على الفرق بتاعتها ولا الفريق بتاع الزمالك لازم يطلع مثلا مش عقود أقولك الزمالك قد الأهلي في الجماهير لا لا خالص مصر كلامة فاشغل زمالكوي واحد العبد لله بتحرقوا دمي ليه بتحرقوا دمي ليه قارات غريبة وقارات غير ما فوق يا راجل يا طيب عزيز المشاهد الناس اللي كانوا على سراع وعلى خصومة مع المستشار مردى منصور خرجوا في الفترة الأخيرة بيعادوا أو بيهاجموا وزير الشباب والرياضة أنت بتعمل كده ليه في الزمالك تخيل تخيل الناس اللي كانوا بتهاجموا المستشار مرتضى منصور طالعين بيقول الوزير الشباب والرياضة أنت بتعمل كده ليه في الزمالك يا فندم الوزارة تكليف وليس التشريف لو حضرتك حاسس إن ما فيه سيطرة على الأمور أو حضرتك حاسس إن الأمور ما بدو درش بشكل جيد ممكن يا فندم تستعين بوخبراء مش هقول لحداك يا فندم سيب مكانك لا خادس استعين يا فندم بوخبراء بجد يا فندم هاتر المخلصين بتعنادي الزمالك بجد ودي يا فندم الصعبة يعني ولو حضرتك يا فندم سألتها هتعرف من جوه النادي مين مرتزقة عايزين يسترزقوا على قفة الزمالك أنا أسف في اللبز ومين ناس خايفة بجد على الزمالك فيه ناس وقفة جنب الزمالك وناس عايزة تولع في الزمالك فيه ناس وقفة جنب الزمالك وناس عايزة تطلع مصلحة من الزمالك معالي الوزير يا فندم البلد وقفة على نقطة مية والرئيس قال لا تهاون يبقى ده وقت تهدي فيه الأمور عشان تبقى الناس كلها وحدة وحدة مع بعضها ولا أشغل الناس بقضايا فرعية ما هو الزمالك والأهلي فرعي لما أتكلم في فكورة وأنا أتكلم في قضية وجود يبقى فرعي هل معنى كلامي ده عشان الناس بقى نتوقع تنظر أنا آسف يعني أنت بتقول حد ينزل وبتاعه وكلام من ده وبتاعه ونزلي معرفش مين لا يا فندم محدش هينزل الزمالكوية ويعينه محدش هينزل وده كلام فاضي ودعوات فاضية بس أنا بقول لنشغل عقول الناس بقضايا وهمية وأنا عندي قضايا رئيسية طولت عليكم في أول حلقة في أول فقرة وإن شاء الله أشوفكم سريعا في الفقرة التانية موسيقى و العتين بيقدم لك أقوى عرض عرض التريو 3 سندة وجهات فرق طابل من اختيارك مع 3 بطاطس ولا 3 بابسي بمية وربعين جنيه شامل الضريبة أطلب من و العتين على 16.7.99 واستمتع بعرض التريو مصنع الحياة فوم للريبولد والإسفنج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفنج في مصر خبرة 19 عاما زوروا مصنعنا واختار أساس منزلة من منتجتنا المراتب الطبية الركنيات والمجالس العرب الحياة فوم الإبداع الزوت المتميز الخبرة تتحدث ولكل عملائنا نحطم و العتين بيقدم لك أقوى عرض عرض التريو 3 سندة و تشاهد فرق ضابل من اختيارك مع 3 بطاطس ولا 3 بابسي بمية وربعين جنيه شامل الضريبة أطلب من و العتين على 16.7.99 واستمتع بعرض التريو مصنع الحياة فوم للريبولد والإسفنج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفنج في مصر خبرة 19 عاماً زروا مصنعنا واختار أساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الركنيات والمجالس العرب الحياة فوم الإبداع الزوت المتميز الخبرة تتحدث ولكل عملائنا نحطم الأصعار أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكو في الفقرة التانية من حلقتنا الأخيرة من الموسم الأول من شادي والناس هنتكلم النهاردة بقى دلوقتي عن إيه؟ عن رمضان رمضان اسمحوا لي أسموا معاكم كده تكتكات كده صغيرة ممكن أكلمكم عن الأكل ياريت يا جماعة منزودش كميات الأكل بعد ما بنكون صايمين وبناكل ونطلع من رمضان تحنانين طب وليه يا عم؟ ده فرصة طول النهار حداك ما بتاكلش وبقى عندك وجبتين فطار وصخور فإذاً أنا ممكن أنظم أكلي وخس ممكن أنظم أكلي وسكري لو أنا مريض سكر أو ضغط لقدر الله يتزبط ممكن ساعدتك جسم كله يبقى فرش ممكن الدنيا كلها تبقى حلوة بس يا فندم لما تيجي تاكل كل يا فندم إيه؟ ده حتى في حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لنجبع ثلث لطعامك وثلث إيه؟ للماء وثلث للنفس قد نفسك ها؟ قد نفسك من كربس الدنيا وقول أصلاحنا جعلين طول النهار؟ لأ طب من الجانب العلمي سريعاً كده الماء ده يا فندم بتبعط إشارة ليه؟ المخ بتقوله يا عم المخ أنا شبعت أنا تقفلت فشعور الشبع بيوصل بس المشكلة بيوصل بعد 20 دقيقة مش مصدقني؟ ده كلام علمي بس مش مصدقني؟ حضرتك مفيش مرة وإنت بتاكل وهتموت من الجوع جالك تليفون رغيت شويتين جيت تاكل تاني نفسي تسدت هي مش تسدت يا فندم هو أنت يا شبعان بس الأوردر بتاع الشبع بيوصل بعد 20 دقيقة اتفقنا؟ ده بالنسبة للأكل لا تحرم نفسك من أي شيء كل كل حاجة بس كميات قليلة ومعقولة بالعقل أحسن حاجة مش هقولك نظام السعرات وبتاع لكن حضرتك يا فندم بتبزي المجهود وباخد سعرات على قده وزني زي ما هو ببزي المجهود وباخد سعرات أقل وزني هيقل طب السعرات أكتر عن المجهود هتخذ هو طوء سهلي جدا أنا أظن دوقتي السادة الأطباء المحترمين وبالذات زميلي بتوع التغذية هيولعوا فيها بعد 200 دول أنا كده خلصت الموضوع فيا فندم لازم يكون عندنا إرادة لازم يكون عندنا فكر بس أنا هاكل طب أكل إزاي؟ صحيا حضرتك نبه المعدة خبط عليها بعد طول الصيام أخبط عليها إزاي؟ بحاجة سخنة بحاجة سخنة أفضل حاجة فيه لس تبدأ بالخشاف اللي هو البلح واللبن والدلع والزبيب وبتاع ماشي بس أنا فندم بتكلم في حتة معنا الشربة حضرتك بنكسر صيابنا بمية عشان سنة أو تمر عشان سنة التمر أو الماء ولكن حضرتك بتكلم في حتة إيه؟ إن حضرتك يا ريت بقى لو شربة نصحصح بيها كده المعدة وتبقى الدنيا جميلة بعد كده بقى بعد الأكل نخش على الحتة الدلع برضو الدراما الدراما مسلسلات كتيرة جدا 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 بصراحة مصر بتثبت ريادتها على مستوى الوطن العربي في المسلسلات وقت ما مصر يا جماعة بتشتغل والمصريين بيشتغلوا جبابرة بيعملوا اللي هم عايزينه لينا اعتبع على المسلسل الفرعوني مش هتكلم عليه دلوقتي لغاية ما شوفه لغاية ما شوفه لأن حوار الدق نو مش الدق مش وقت كلامنا أنا بس عايز أركز على المسلسلين اتنين والله مش يعني مش تحيوزا ليهم ولا حاجة ولكن تحيوزا للمبدأ المسلسل الاختيار اتنين لسبب بسيط جدا البطولات المصرية العظيمة في الشرطة المصرية العظيمة زي ما شوفنا المنسي السنة اللي فاتت رحمة الله عليه الشهيد المنسي رحمة الله عليه أبطال الجيش عندنا أبطال الشرطة ده لازم تتفرج عليه اعرف بلدك بقى اعرف أبطال بلدك الأبطال اللي بجد مش أي حد مسك مايك ولا أي حد ما احترامي ما بقللش منهم لكن دول الأبطال اللي بجد اللي بيضحوا بروحهم بجد والمقابل مرتبوا لعادي لنفيش مقابل المقابل عند ربنا سبحانه وتعالى تحية للشرطة المصرية والجيش المصري قولا واحدا المسلسل الثاني اللي أنا بقول برضو ممكن نتابعهم هجمة مرتدة ليه؟ من ملفات المخابرات المصرية أنا عاشق للمخابرات العامة المصرية لو حد قال لي ليه؟ هقول له مش هقول لك من يوم ما تم إنشاءها والكلام ده هقول له بس شوف العمليات اللي تمت تمهيدا لحرب 73 قبلها كتير وبعدها كتير بس أنا أقول لك ركز في الحتة دي هتعرف قد إيه المخابرات بتاعتك عظيمة وقوية تمام؟ هتعرف قد إيه المخابرات بتاعتك قوية وعظيمة تمام؟ هنا بقى من هذا المنطلق وأنا في البرنامج اسمحوا لي إن أنا أشكر صديق البرنامج تاني محمد أحمد على وقفته معانا في موضوع محمود صلاح دي حاجة صاره معانا يا جماعة على الشهوة هنا بقى أنا بوجه له التحية وبقول له ألف مليون مبروك تم اختياره عشان يمثل في مسلسلين اتنين مسلسل الاختيار اتنين وده من كواليس على فكرة يا جماعة الاختيار اتنين دي الصور دي من كواليس الاختيار اتنين وبرضه دخل فيه مسلسل نسل الأغراض المسلسلين دولة هو دخل فيهم وإحنا بجد بنقول له ألف ألف مليون مبروك يا محمد وسعداء إن أنت صديق للبرنامج وأصبحت كمان صديق شخص ليه ده يا حبيب قلبي شيء وشرفني بالنسبة بقى يا جماعة بقى للعبادات والروحانيات إيه الفرق ما بينهم؟ الروحانيات أنا عايز حظاك تحس إن أنت في رمضان تستمتع إن أنت في رمضان يا سلام على جمال رمضان حظاك حس بقى إنك قريب من ربنا حس إن حظاك بتعمل خير ده إحساس لازم تحسه في قلبك من جوة دي الروحانيات طب عشان أوصل للروحانيات دي أوصلها إزاي بالتأمل يعني كده طبعا يا فندم أكيد أنا هبزل مجهود هتعب هعمل حاجة يا فندم بقى ركز في الصلاة ركز في السنة ركز يا فندم في الصيام بتاعك إنك ما تغلطش بلسانك عشان ما يبقى الصيام بس مكناش ومشربناش وتحسب علينا الصيام لا يا فندم لا يا فندم ما تحسبش علينا الصيام لا يتحسب لك صيام أكف بقى اللسان عن البذاء مثلا تمام كده يا جماعة لازم نخلي بنا متكاد دي مش محتاجين يا جماعة نجيب شيخ هنا عشان نتناقش في حوار إن الثواب في رمضان سبعين ضعف أي حاجة تانية يعني الصلاة بسبعين ضعف السنة بسبعين ضعف قراءة القرآن الحرف نفسه بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها في رمضان بسبعين ضعف وربك يضعف لمن يشاء مش هقولك يا فندم مش محتاجة أفكر حضرتك إن الملايكة بينزلوا وقت العصر بيسلموا بعضهم فيسألهم رب والفجر طبعا فرب اللي عزة يسألهم عن حال أهل الأرض وهو أعلم سبحانه وتعالى بهم فيقولوا عبدك فلان يفعله كذا وكذا وفلانك على طاعة وبتاعه محرفش إيه مش محتاج يا فندم أقولك يا فندم إن ما بين صلاة السنة اللي هي الإقامة حضرتك بتصلي السنة أو بتصليهاش وتفر حضرتك ما بين الإقامة ما بين الصلاة نفسها يا سناءس ما بين الأزان وإقامة الصلاة نفسها الفترة دي يا فندم أنت لو عدت في المسجد بس ما بتعملش حقا خالص الملايكة بتصلي عليك مش عايزة أو بتديلك بالغفران مش عايزة أقولك يا فندم كأنك في صلاة بالزبط مش عايزة أقولك الكلام ده كله أرجوك يا فندم بقى الناس اللي بتقولك أصل كورونا ها؟ كورونا ها؟ وما بقاش في صلاة ما بقاش في تهجد يا فندم على فكرة الأصل في السنة وشيخنا الأفاضل كلهم قالوا الكلام ده هو البيت فرصة يا فندم تجمع أهل بيتك أهل بيتك زوجتك وأولاد صلي بيهم إمام اقترب منهم في هذا الشهر ما تتحجقش بالمسجد صلاة الترويح الجماعة مسموح بها دلوقتي بس حتى لو مش مسموح بيها الترويح اللي أمر بجماعتها مين؟ سيدنا عمر بن الغطاب رضي الله عنه وأرضاه لكن سيدنا نبي كان بيصالها في البيت فردا يبقى إيزاً حدق ممكن تصالها في البيت جماعة طب حدق يا فندم بيتك جماعة مفتوحة في الترويح مش مفتوحة مثلاً في التهجد يا فندم ما تصلي تهجد في البيت يا فندم الترويح هي قيام الليل ولكن سميت بالترويح اللي أنا تروح عن النفس طب ما التهجد برضو قيام ليل بس في التلت الأخير من الليل يا فندم لم بيتك بقى وقصرتك بقى وخدهم حواليك التكنولوجيا فرقتكم من بعض قاعدين جنب بعض وكل واحد مسك الموبايل كده أنا شخصيا كده يعني لان أعفي نفسي وأنا شخصيا كده تمام فإذا يا فندم نعم يا فندم معلشه تمام فمعزلة يا جماعة والكنترول رون بس بيقول لي خلص يعني طبعا يا جماعة بقى الكلام ده كله احنا عايزين نركز فيها يا جماعة التهجد كمان جماله إن حداك تصليه في البيت ما بينك وابين ربنا ما فيش أي شبهة أيا كانت من أي نوع إنك بتصلي عشان الناس تشوفك أنا عارف إن الناس ما بتعملش كده بس بقول يعني ما بينك وابين ربنا كانها خبيئة بينك وبين الله تمام في نهاية يا جماعة السيزون الأولاني أنا كان نفسي أقول كلام أكتر من كده بس للأسف في الوقت دهمني في نهاية السيزون الأولاني أحب أشكر أسان ساميه النجار رئيسة فريد إعداد فريد إعداد بتكمل أشكره أشكر عم عزب بركة القناة الرجل اللي بيصورني المحترم أشكر جميع أعضاء الكنترول روم اللي أنا مش هادر أقول أساميه لأنهما بسم الله ما شاء الله خلية نحلة قوية جدا موجودة جوه فلو أنا قلت اسمها أكيد هنسل بقى عشانا زهايمر الناس دي كلها أنا بشكرها بجد البرنامج ده لو كان حقق ولو قدر ضئيل جدا من النجاح حققوا علشان الجيش اللي وراء الكاميرا ما أنا إلا التوتش الأخير الناس دي كلها بتعمل لي أسستات عشان أنا أجيب جوان أرجو أن أنا كون نجحت أن أنا كون جبت جون لكن هما أنا بشهد لهم أن هما عملوا أحلى أسستات في الدنيا ولا أسستات معرفش مين في الكورة من الآخر يعني الناس دي كلها بشكرها بشكر فريد إعداد بالكامل بكرر تاني عم عزب الكنترول روم المحترمين المحترمين أشكرهم جدا ألف مليون شهر أشوف حضراتكو على خير في السيزون التاني ولكن بعد رمضان المحترمين أشوف حضراتكو على خير مصنع الحياة فوم للريبوند والإسفنج مصنع الحياة فوم صرح عظيم في صناعة الإسفنج في مصر خبرة 19 عاما زوروا مصنعنا واختار أساس منزلك من منتجتنا المراتب الطبية الركنيات والمجالس العرب الحياة فوم